لو عايز تبقى مرب ناجح وكمان تقدر تقضي على جميع الحشرات اللي في الحمام تعالى هقول لك هنعمل ايه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ان شاء الله فيديو تضيف حلقة جديدة من وصفات وعجاب الجنين اول هام يا جماعة يعني ان شاء الله الفيديو دي مفيد جدا لتربية الحمام وازاي تقضي على جميع الحشرات اللي في الحمام طبعا هنجيب مسلا اي حاجة مسلا عندنا عديمة اي حاجة مسلا صاج اي حاجة زي بنتوا شايفين حط مسلا فيها تلات ترباحة مية تلات معلق اه ملح يكون مسلا تلات معلق كبار وممكن نجيب تلات لمونات برضو كنعصرهم ونقلوهم في المية وطبعا ونقدمها للحمام طبعا دي بيستحمى فيها الحمام بيحب بيستحمى في المية دات جدا يعني وانا بعملها له كل مسلا في الشهر مرتين اه طبعا اما يكون الجوحر او يكون برضو في شمس برة وكده يعني طبعا الملح واللمون بيقدى على جميع البكتيريا والحشرات اللي هي بتبقى في في جسم الطائر نفسه يعني اه وحاجة عن تجربة ان شاء الله دي اول حاجة تاني حاجة اه هنجيب برضوك المرة التانية ان شاء الله هنجيب مسلا برضوك نفس المية تلتة اربعة مسلا الحاجة اللي هنملى فيها ونجيب مسلا هنديله مسلا خمسة سانت كلور خمسة سانت كلور خام آآ بالسرنجة مسلا في في المية ديات ونقلبها طبعا ما نقطرش الكورر اوي يوم خمسة سانتي كويس اوي على على المية ديات يعني ونقلبهم برضوك نفس الموضوع وبيستحمى برضوك في يوم ديه بطبعا وقاية ولو في اي امراض في الريش او حشرات طبعا بتموت على طول او بتطفش يعني طبعا برضوك ديات عشان وقاية من الزغليل برضوك الزغليل يعني الحمام مسلا ما ينقلش مسلا المرض للزغليل او ينقل المرض في العش او يبقى في حشرات كتيرة في العش طبعا ودي بتأثر طبعا على الزغليل وممكن تسبب تسببها بالموت يعني ممكن الزغليل تموت من حشراتي طبعا بتمس دمها وفيش غزة ممكن تموت يعني وبامر اللي يعني الحاجة ديات عاملها كتير يعني تجربة كتير وطبعا اتجربوها اتلاقي الحمام طبعا هو بيحب المية وبيحب الحاجة ديات يعني بس يعني بامر اللي ان شاء الله ما نعمل الحاجة ديات هنفرش مسلا اي مشمع او كاراتين مسلا عشان طبعا الارض طبعا بتبقاش نضيفة والمية ديات يتنشط البكتيريا تاني طبعا الحمام بينزل استحمة ويطلع مسلا مرمج نفسه تاني بريشه طبعا ومسلا لو في مية واع ولا حاجة هتعمل مسلا زيطين او مية معطين كده طبعا هتبقى طبعا ضر الحمام وبعد كده مسلا ما هيخلص ان شاء الله هنشيل مسلا الصاج نخسله كويس وانطلعه بسم في الشمس ينشف مسلا وبعد كده الكاراتين هنشيلها او الحاجة اللي احنا في عرشينا ديات وطبعا لو في مية ولا حاجة نحاول ننشف مسلا او نفتح الشباك يهول المكان اه وطبعا لو بتحطوا اكل ولا حاجة نحطوا في جنب مسلا دلوقتي عشان طبعا بيبقى الارض بتبقى مبلولة لو اكل واقع مسلا بيعمل برضوك مشاكل بيسبب فطريات وبنشط البكتيريا اللي هيتضرة وكده يعني وبامر اللي هو وصفة جميلة وعن تجربة يعني انا شغال بيها على طول يعني هنعمل الموضوع دي يعني مرتين اتنين في الشهر مسلا في اول الشهر مسلا وفي نص الشهر بس انصحكم يا جماعة زي ما انا قلتلكم يعني لملح ولمون مع بعض او خل اه برضو ما نقطرش ممكن نجيب برضو عشرة سنت خل يعني هنقول ملح تلات معالق ملح هنقول تاني هو تلات معالق ملح كبار وهنضيف عليهم تلات لمونات نعصرهم ونحط هم في المية ونجيب خمسة سنت خل نحطهم برضوك مع الملح واللمون والخل بها تلات حاجات اه ده اول ايه اول مرة اول يوم في مسلا اول يوم في المسلا في الشهر اوه يعني مسلا يوم واحد هنعمل الموضوع ده هنقول الملح واللمون والخل يوم مسلا خمستاشر هنجيب خمسة سنتي خمسة سنتي كرور خام خمسة سنتي كرور خام وهنحطهم على تلات اربعة المية برضو نفس الموضوع اللي احنا هنعمله يعني ايه هنكرره برضو يعني ان شاء الله هيبه الكولور الوحده خمسة سنتي بس ما تقطرش طبعا عشان ما تقزيش الحمام طبعا الكولور هيبه النسبة خفيفة هيبه مطهر يعني اه برضو ما تقطرش بكمية هي خمسة سنتي حلو او سواء حطيه اتنين لتر تلاتة لتر مية لتر مية هي خمسة سنتي ما تزودش عن كده وآآ بامر الله يعني في الشهر مرتين كده مش هتلاقي حشرات خالص وتجيب برضو خمسة سنتي مسلا على نص لتر مية وتحطهم مسلا في بخخة وتحاول تبخ العش كله خدت بلك بس اما حاجة ما يكونش فيه زغليل يعني لو فيه بيت ما تخافش رش عني ما تخافش ولا البيض هيبوز ولا هيجراره اي حاجة بس ما تحاولش مسلا ترش على البيض نفسه يعني رش مسلا على جنب العش كده وحاولين العش وآآ متحاولش يعني بس لو جي يعني جي مسلا مية عليه او كده ما تخافش يعني بس اما حاجة ما تركز عليه ترش عليه قوي يعني وطبعا لو في زغليل ولا حاجة آآآ مسلا طلحة برة ورش كده وآآ ان شاء الله انتظرونا في فيديوهات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته